لما اتكلمت مع حضراتكم في بداية الحلقة وكنت باتكلم عن ثروة مصر الكروية ما كنتش ببالغ لانه انتوا عارفين النهاردة ان رياضة يعني فلوس كتير جدا اتمنى اللاعبين تدريباتهم اجهزة الفنية معسكراتهم البطولات اللي بياخدها الاندية كل ده بيترجم في النهاية لمبالغ مالية طائلة ولما اتكلم عن الكرة تحديدا في الاهلي تعرفوا بحجم انجازاته بحجم بطولاته بحجم تاريخه بحجم مشاركاته وانه يمكن يكون البطل الاول على مستوى القرى وعلى مستوى مصر دي حاجة او حقيقة مش محتاجة نقاش ومحتاجة اثبات وعلى مستوى المنتخبات كل ما بنتطمن كل ما بنتشوف انه الاهلي كويس وانه لعبته كويسة يعني عكس ده مردوده على منتخبات مصر في مراحلها المختلفة بشكل ايجابي وبالتالي لما نبص المسم الاخير ونشوف حجم الاصابات وكم الاصابات التي تعرضت لها لعبة النادي الاهلي هنا لابد ان احنا نقف ونحط علامة استفهام القصة قصة تلاح ومواسم ولا قصة قصة احمل زيادة ولا قصة قصة مسابقات ولا قصة قصة ضعف في العضلات ولا قصة قصة ايه بالزبط وهنا لابد ان احنا نسأل المتخصصين ونرجع لأهل العلم ايه رأي الطب الرياضي في اللي حصل وازاي نتفدى عشان ما يتكررش مرة تانية بشرفنا الدكتور محمد يحيى اساز دكتور محمد يحيى رئيس قصة جراحة العظام والطب الرياضي بكلية الطب بجامعة الازهر ضيف علينا في السادسة مساء اخير يا دكتور مساء اخير اهلا بحضرك اهلا بسادة مشاهدة اهلا بك يا دكتور محمد بداية قبل ما ادخل في التفاصيل ونعمل او حاجة تدينا بقى التشخيص والتقييم ونوصل لمرحلة رشدة العلاج خاليني يعرف من حضرتك على مستوى التطبيق وعلى مستوى الناحية العلمية اين يخف الطب الرياضي في مصر سنين طويلة جدا من انا صغير اشوف انه معظم الاصابات اللي كان بتحصل بتسافر برا مصر بتروح جالبا اوروبا عشان تتعالج وتعملها برامج تأهيل وترجع هنا تاني تعمل استشفى ليتلي بقى كمان الكلام ده بيحصل في بعض الدول الخليجية عايز اعرف قصة الطب الرياضي في مصر الى اين وصلنا على مستوى التكنولوجيا على مستوى الاعداد ومعنديش شك انه الكادر الطبي والعلمي على اعلى مستوى بس اخدنا حاجة تقييم مبدأي كده طبعا بيشرفني وجودي معاكم احب بسط مفهوم الطب الرياضي للناس هو الطب الرياضي بيستهدف انه هو يعمل على ارتقاء بالمستوى البدني للناس بغضى نظر بقى رياضي ولا بش رياضي بس كلنا اللي عايزين ارتقاء بالمستوى البدني طب المستوى البدني ده عشان نرتقي به محتاجين كل التخصصات الطبية فمنحتاج ايه لو عنده مشاكل يعني تحاليل محتاجين نبص على تحاليل التخصات محتاجين نبص عليها فالطب الرياضي ده بيهدف الى ارتقاء بالمستوى البدني بس بقى منيجي نتكلم على يعني خاصة على مستوى الرياضيين وعايزين نبص عليه على مستوى الرياضيين في الرياضات التنفسية لأ له اهدف كتير واحد منها طبعا ارتقاء بالمستوى البدني ده في منتهى الاهمية اثنين لازم يتحط برامج للوقاية من الاصابات وده حاجة عالمية معمول بيها طبعا في منتهى الاهمية ويمكن نحن لسا بعيد عنها كتير ونأمل انها تبدأ تدخل في بلدنا لسا بعيد عنها من ناحية التطبيق ولا من ناحية الموارد البشرية والامكانات البشرية اللي ممكن تقوم بالدور ده الموارد البشرية موجودة اللي اجازة موجودة الفكر نفسه الفكر نفسه يعني الحاجة بتعمل برنامج توعية جامدة ما شاء الله يعني انت بتبدأ تحط ايدك على نقطة انت عايز تعمل توعية فالتوعية دي لما الناس تفهمها هتتجي اليه لانها مش اختراع مصري لا ده اختراع عالمي اللجنة الانبية الدولية بتعمل مؤتمر كل ثلاث سنين فنسخته الستة كانت السنة اللي فاتت اسمه مؤتمر اللجنة الانبية الدولية للوقاية من الامراض والاصابات الرياضية هو اسمه كده يعني بقاله 18 او 19 سنة عشان هو تأجل سنة 19 سنة اول مؤتمر عقد فبالتالي ده تارجت وهدف رئيسي لللجنة الانبية الدولية يعني هدفه وطلعوا براها من ساعة ما تلعت براها المنشطات لان المنشطات دي قضية تانية مكافحة المنشطات دي جزء غير من الطب الرياضي فطلعوا براها المنشطات يعني لك كبر دماغ بلا منشطات بلا بتاعها مع انه في العالم كله معمو بيافق كل بطولات الكبرى بيقافئ في كل الرياضات مش بس في كورت القدم ان شاء الله بدخلت مصر وبقوة الفترة الاخيرة اعتقد السنة دي هتبقى هيتم تطبيقها يعني بقى فيه كشف على الان شاء الله في كل المنشطات طبعا نساء مكلفة بس يعني طبعا بقى هدف رئيسي تمام